السلام عليكم أحياني أخياتي أخياتي أحياني أخياتي أحياني أحياني لتحرق للتعامل الذي يؤثر على الناس يمني هذا استغاثة الشعب اليمني المحتاج أكثر 20 مليون أحياني أخياتي يحتاجون محتاج اليمني يحتاجون إنتهاء الإنتهاء أكثرين 20 مليون الأبناء الشعب اليمني يحتاجون لغذاء لدواء وركضتنا بمواد الطبية وركضتك جميع المياه الصالحة للشرك وركضتك جميع المعونة والإعلان عن قضيهم الإنسانية نتطبيقاتنا وسيؤذ earned عemerالة Alsitarian والريقة الأس Kazak وال discovery والعoterان من Lakshadeh والمعارض أمود إسلام soy 치료 ندأنا أن يذهب ل desenvol pointing كل من أمين العام أمم المتحدة أمين العام جمعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلام أن يأتوا جميعا يزوروا اليمن يزوروا عدد يزوروا صنعة يزوروا تعز يزوروا دايدة يزوروا الرهامة لكي يتطيعوا بأنفسهم على أحوال الشعب اليمني الذي يريد أن يستغيث من الفاقة التي تصيبه فإننا مجددا يأتوا للترنيا على الترنتين المؤسسين تأتي وترون إلى يمانا ترون سانعة، ترون عدن، ترون توهاما، ترون حضايدة، ترون طعز، في كل مكان إنما يأثمرون الحديث من أكثر 25 الناس سيئون لأسكدة من النجرب لأمين العام، وإذن خزيرة الغفارة أكثر من 200 حالة كولراء في صنعة فقط ذهبنا اليوم للمستشفى السبعين والمستشفى جمهوري اليوم نرى السبعين وعند الجمهوري حتى نرى المدينة من هذه المشكلة التي تشهد المجتمع اليوم نرى المستشفى السبعين والمستشفى الجمهوري لنطلع على الحالة البائسة لأبناء الشعب اليمني الذين يعانون من نقص حال في المواد الطبية والصراير والمعداد والأطباء والممردين إلى آخرين إلى آخرين أولاً هذا المستشفى اليوم لن ترى الأمور المستشفى اليوم الملي assets which have been paying妳s them with less food supply medical supply and medical equipment and less in the medical personnel to help them we urge you to help Yemen today نحن نستغيث لكم جميعاً أن تستاعدوا اليمن اليوم وليس غداً لكي نوقف هذه المجاعة التي نحن على وشك المجاعة التي قد تصيبها الشعب اليمني وعلى وشك أن تكون هناك شب إصابة أو انتشار لوباء الكولراء في محافظات عديدة في اليمن الكولراء ليس فقط يؤثر على صانعه يؤثر على مكان مختلفة في مكان مختلفة في مكان مختلفة في اليمن لذلك نعود We come back to say We urge the Secretary General of United Nation The Secretary General of the League of Arab State and the Secretary General of the League of the the Organization of Islamic Conference, as well as the International Organization, as well as the media, to come here and to discover the depth of the humanitarian problem affecting the Yemeni people. لنادي مرة أخرى الأمين العام لأمم التحدى والأمين العام لجمع الدول العربية والأمين العام لنظام التعاون الإسلامي أن يأتوا هنا يطلعوا بأعينهم على الحالة الإنسانية لشعب اليمن الشقيق وكذلك المؤسسات الدولية وكذلك المؤسسات العالمية المحايدة لتستطيع أن تظهر القضية الإنسانية جلية واضحة نتضع ذلك المؤسسات والإنشارات المعام بالتعاون على الإنسان من يمونا المؤسسات التعاون إطلاق يامن يامن يحتاجه للأس�اء يامن يحتاج المساعده المساعدة تكون اليوم قبل أن تتحول هذه الأشياء إلى كارثة إنسانية محققة في اليامن توقف هذا لتصبح كتاستر في اليمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته